إنتاج الجزائر للأدوية يغطي 75% من احتياجات السوق الوطنية نسبة متقدمة جدا جاءت بفضل السياسات المعتمدة في هذا المجال كما تسعى الجزائر إلى بلوغ نسبة 85% في تغطية السوق من احتياجات الأدوية بالنسبة لإنتاج الأدوية في الجزائر فهو قديم منذ أن تم تدشين الشركة الوطنية سيدال ومنذ السبعينات تقريبا ونحن في الجزائر قمنا بإنشاء مصانع ومركبات كثيرة ولضمان جودة الأدوية وفقا للمعايير الدولية تم إطلاق المخبر المركزي ذات المعايير العالمية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لتحليل ومراقبة الأدوية بشراكة ألمانية هذه الوكالة المهمة الأولى انتحها هي أنها تراقب إنتاج الأدوية من طرف القطاع الخاص وتعطي إشارة الخضراء أن تلك الأدوية ذات نوعية جيدة وتحترم المعايير المنصوص عليها في مختلف إنتاج الأدوية يمثل تدشين مخبر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية خطوة هامة نحو تحسين جودة الأدوية المنتجة محليا وفقا للمعايير الدولية مما يساهم في الارتقاء بالصناعة الصيدلانية